وتزامن مع باكيزة وزغلول وأنا بصورها حدث كان سخيف شوية وهو وفات أستاذي وأخويا وأبويا وحبيبي صلاح جهين كان في وقت ما كنت بصور المسلسل كنت تعرف صلاح جهين؟ لا ما كنتش عارف صلاح جهين أنا كنت عايش عنده سبع سنين قاعد في البيت معاه بتعلم وبتفرج وبشوف وشفت قامات كبيرة جدا كان جرنب أصلي في نفس العمارة عشان كده بالنسبة لي صلاح جهين ده لا كانت فترة في حياتي مهمة جدا جدا الأستاذ السوري البابلي بقى عندها عفوية غير طبيعية وبتبان أكتر على المسرح ارتجال مش معقول مفاجئ الناس كانت بتتنطط على الكراسي وكانت بتديني ثقة في نفسي جدا جدا دماء خفيف طول الوقت في الكواليس على المسرح سخنة قوي إقاحة سريع جدا جدا حاجة مش ممكن تنساها لسوري البابلي هي كانت هي ساعات كانت تقف على المسرح تنسى الكلام ساعات يروح منها الكلام بتعرف تظبط الموضوع على المسرح بتلمه بتلمه بشكل واسعاد طبعا أستاذة في الموضوع ده كانت بتلم معها كتير قوي وأنا ببقى واقف خيبان في النص طبعا مع اتنين أقوية جدا في المسرح فالأيام فيه يوم كانت تنسيت فيه الكلام ارتجلت كلام كتير قوي الناس بقت بتتنطط فدخلت لها وقت لها انت عملت كده ازاي قلت لي يا ابني سنين انت تيجي انت انت ده سنين فهي كانت الله يرحمها كانت بشوشة وجميلة وعندها طاقة عظيمة جدا جدا حقيقة الله يرحمها يعني كل ما حتذكر اسم حقف وأقولك ماذا تعلمت من صلاح جهين أستاذ صلاح جهين أو عم صلاح زي ما كنت بقوله طفل جدا وشخصية وطنية جدا طبعا ساحر في حواره بيكلم كل الأعمار الصغيرين والكبار والمتوسطين بيعمل كل حاجة شفته في جلسات كتير مع سعاد حسني في شغل ياما كنت مثلا يقول لي روحات سعاد من البيت وتعلالي فروح أجيب الأستاذة سعاد حسني من الزمالك واجبها له وأعد أتفرج في الحوار بينهم كان شكله إيه الحوار ده؟ هي كانت حساسة قوي قوي وكانت لما بتشتغل على سيناريو وهي بتشتغل حتى وأنا بتكلم عنها متأثرة وتعبانة وتعبانة وهو كان محتضنها جدا جدا وما كانتش تعرف تتحرك من غير ما تقوله وهو يقول لها رأيه يهزره كتير أفشات تفاصيل الشخصية يعني مثلا في فيلم المتوحشة أنا فاكر أنه في الستوديو كان فيه في الآخر الفيلم الأستاذ عبريم عبد الرازل اللي أرحمه كان طعنها بسكينة ووقعت في الأرض وبعدين خدوا الشوت ده ووقعت في الأرض والأستاذ صلاح كان دايما واقف متابع والدم يحطه هنا وبتاع فهي في حالة المعايشة دي فالمكير بيزود الدم مطرح السكينة المحطوطة قامت مسوطة مسراخة كأنها تواجعت فكلنا تخضينا فكانت بتعيش بكل أعصابها وكل مشاعرها وهو كان حاسس ده وكان دايماً مهيق لها الجو إنها تعرف تشتغل كويس عشان تدي الفن اللي إحنا عارفينه عن مدام سعاد أو يمكن يعني جزء من مأساة سعاد حسني هي وفاة صلاح جهين أكيد لما رحل هي كانت عندها مشاكل كتير وكانت بتعاني كتير وتعلمت من الأستاذ صلاح برضو الكرم هو كريم جداً يعني كان ممكن يبقى عد في البيت ومعاهم فلوس قليلة جداً في المكتب وأنا ببقاده دايماً معانا فحد يبقى بيخبط فروح أقوله في فلان برة يقولي يوم فاتح الفلوس يديني يقولي خدوا لآخر حاجة بس ادهمله كان كريم أوي لما هيأني إن أنا أو جهزني أنا أخش المعهد مع الأستاذ محمد متولي الله يرحمه مش عارف كله الله يرحمه كله الله يرحمه شو ما أقوله يعني فضلي قبت الصالون في بيته من الصالون اللي فيها وخل القوضة أربع حطان وأرض وقعدني أنا والأستاذ محمد متولي جوا القوضة دي وقاله تعملوا المشهدين بتوقع تقديم المعهد وعملت المشهد فلما أنا بقاعد في القوضة وصراحة جيني يخشيلي بصنية الفطار يقولي يلا عشان تفتر يلا عشان تتغده هو اللي بيقدم ويقعد يأكل ما أنا حاجة بسيطة كده ويسيبنا نأكله وبعدين يوم تقديم المعهد بقى يوم الليلة الامتحان قال لي تعالي روح بيتك بقى جهز نفسك وتعالي بالليل فروحت لقيت بقى كوكبة من الفنانين قاعدين سوعد حسني وبرم وفرق الفشاوي وسمال ألفي ومنقطاء شلة كبيرة جدا وعهدي صادق سيد بريم راجع بالملحن سيد سيد مكاوي اللي ارحمه كل دول قاعدين فقال لي وريني هتعمل ايه بكرة قلت له اعمل ايه فين قال لي مش هتلاقي لجنة أصعب من كده ومثلت قدامهم المشهدين اللي عملتهم سقفوا لي ودخلت المحت ده يعني دي لجنة من العظماء وهو كان عظيم لأنه كان بيساعد ناس كتير بقى مش أنا بس كان بيساعد ناس كتير وكان سيد أحمد زاكي بقى يعني المقرب جدا ليه وكان قاعده ينكشف بعض كتير وأيام تحضير هو وهي فعشت فترات من أجمل مسلسلات أنا محزوز يعني أنا محزوز طبعا طبعا ايه جملة صلاح شهين يا في كتاباته يا هو ألهالك مش ممكن تنساها أو مؤثرة فيك كل كلامه مؤثر مفيش حاجة ممكن أنتقي منها حاجة كل كلامه مؤثر حبه المصر مؤثر حبه للحب مؤثر تأليفه للحواديت اللي يقولها لي واجه أسأله فيها يقول لي أنا قلت لك كده يقول له أنت اللي قلت لي اللي حصل لك كده يقول لي أنا بجسب عليك أنا بألف فكان مفيش حاجة تتنسي منه بصراحة العلاقة جات ايه من الوالد يعني أنت تعرف صلاح شهين من عن طريق بهاء بهاء كان صديقي بهاء جهين الشعر وتعرفنا على الأستاذ صلاح شهين ونشأت علاقة قوية جدا بيني وبيلش أنت محزوز يا ابني محزوز بصراحة يعني أخش ألاقي أستاذ يوسف شهين قاعد بتكلمه مع بعض